السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل خير متابعين الكرام معكم ريب من قناة نكهات وازواق اليوم ان شاء الله وصفتنا ايس كريم ساندوش بنكهتين مختلفتين بكل سهولة خطب خطوة ومضمونة بدون اي كتل تلج كأنه جاهزة مية بالمية يلا نشوف مع بعض كيف طريقة التحضير بس قبل ما نبدأ بالطريقة والمكونات حبي اطلب منكم طلب ادعموني بلايك لهذا الفيديو وصلوا لي يلا الخمسمية لايك انا متاكدة انه انت بتقدروا تعملوها ان شاء الله كمان تشجعوني باشتراك بالقناة وتأكدوا من تفعيل الجرس لتوصلكم الاشعارات لما نزل الوصف الجديدة وبعدكم الوصفات المقبلة رح تكون مميزة جدا 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 ان شاء الله يلا نشوف مع بعض كيف طريقة التحضير حتي تكوبين كريمة خفق اذا ما بدك تستعمل كريمة الخفق او غير متواجد في الاسواق عندكم فيك تستعمل كبديل كوبين حليب بس يكون بدون اضافة المياه فيه لانه الماء بتعمل كتل تلج كمان بنصحك تتجنبي استعمال القشطة المعلبة لو حابة تحصل على ايس كريم بدون تأييس وكتل تلج حطيت كمان نصف كوب حليب بودرة ونصف كوب حليب مكثف محلة رشة فانيلا وظرف واحد كريمة بودرة لو بدك تستعملي بدل كريمة الخفق الحليب الفرش فالافضل اضيفه اربع زروف بدل زرف واحد كريمة بودرة اربع زروف كريمة بودرة هاي هي المكونات فقط لغير رح اخفقهم بالخفاء الكهربائية خفقتهم بالخفاء الكهربائية لخمس دقايق ما كان بدي القوام يكون كثيف زيادة او كأنه غيمة كريمة انا كان بديها كريمة تغليف او كريمة تزيين انا بديها بس يكون قوامه متماسك مع بعضه كثيف شوي وفيه هاي المطة يلي رح تشوفوه هلا باخر عمود الخفاء بعد ما ارفعه هاي المطة المطلوبة للوصول لايس كريم لذيذة وكأنه جاهز بالبيت اسمت الايس كريم مزيج الايس كريم لقسمين هلا انا عندي اياب طعم الفانيلا فيك تستعملي متل ما هو وفيك تكملي معي الفيديو نعمل بالاضافات لهن الكاكاو والفراولة بالنسبة للنكهة الفراولة حطيت ربع كوب حليب طازج او كريمة خفق وحطيت عليها نصف ضرف جلي جلي فراولة عادي حطيتها بالميكرويف لثلاثين سنة بس لتدوب حويبات الجلي وحطيتها على مزيج الايس كريم خفقتها ممكن تخفقيها باليد بخفاقة يدوية عادي ما بدها كتير خفق بس دقيقة واحدة انا ما بدي القوامة يصير كتير متماسك وجامد بدي شوية بس خفق لمزج المكونات فقط لا غير بالنسبة للقالب استعملت قالب للشيز كيك حطيت فيو نايلون تغليف الطعام وهادا الشي مشان سهولة استخراج طبقة الايس كريم ساندوش بعد ما تجمد حطيت فوقها الايس كريم مزيج الايس كريم بالفراولة وراح اغطيه البسكوت البسكوت فيك تستعمل اي نوع بسكوت بدك يا بس الافضل طبعا استعمال بسكويت الشاي هلا انا حابة بدل ما استعمل اكتر من وعاء وعب الفريزر بالايس كريم ساندوش رح استعمل نفس الوعاء للطبقتين الايس كريم ساندوش حطيت كلين فيلم او نايلون تغليف الطعام لأفصل بين الطبقتين ورصيت عليها طبقة البسكوت ويلا ببلش باضافة الطعام التاني او النكهة التانية للايس كريم هو عبارة عن ربع كوب كاكاو خام استعملت الخام لحتى خفف من حدة وحلاوة الكريمة ومعلقة واحدة فقط من النوتيلا بيعطي قوام كفيف وغني للايس كريم ولذيذ طبعا جدا خفقة بسيطة لدقيقة واحدة بس لمزج المكونات وخلص هذا هو القوام جاهز سكبت المزيج فوق البسكوت ورصت على وشه طبقة من البسكوت طبعا رح اغلفه بتغليف الطعام وحطه بالفريزر ليلة كاملة بالمجمدة ليلة كاملة بعد 12 ساعة بكل سهولة بتطلع معك من القلب حتى لو بدون حتى يعني لو حتى بس طبقة واحدة من الايس كريم ساندوش وبقالب واحد بدون نالين تغليف الطعام رح تطلع معك بكل سهولة ان شاء الله هاي الوصفة حضرتها قبل فترة على القناة وعجبت كتير المتابعين رح حط الرابط تبع هاي الوصفة بصندوق الوصف وباخر هاد الفيديو اللي حابب يروح يشوفها فكيت النيلون عنها وقطعت الامستطيلات اطراف الايس كريم يلي زادت بمحيط كل مستطيل امتى بيسكين بكل سهولة هذا هو الشكل النهائي بتمنى تكون عجبتكم جربوها واكتبولي رأيكم فيها بالتعليقات شجعوني باشتراك بالقناة فعلوا جرس التنبيهات وتأكدوا من تفعيله لتوصلكن وصفاتي المقبلة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة